يبدو أن العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني تعرف فترة ازدهار غير مسبوقة، فبعد الهرولة إلى ركوب قطار التطبيع برعاية أمريكية تسارع الرباط اليوم إلى الاستقواء بدولة الاحتلال لتحقيق طموحاتها التوسعية بدليل وصول وزير الدفاع الصهيوني بيني جانس ليلة أمس إلى الرباط. وتيرة الزيارات والتعاون والاتفاقات المبرمة تسارعت في الآوينة الأخيرة بشكل ملفت بين المغرب والكيان الصهيوني، لكنها باتت تأخذ أبعاداً عسكرية تهدد أمن جيرانها. فمن المتوقع أن يوقع الطرفان على اتفاقيات تعاون وصفقات تسليح تأتي في أعقاب فضيحة التجسس عبر برنامج بيغاسوس، الذي طال شخصيات كثيرة عبر العالم من بينهم مسؤولون جزائريون. سفقات الأسلحة والتحالف العسكري دليل آخر على أن دولة الاحتلال في كل من الصحراء الغربية وفلسطين المحتلة تستخدمان القوة العسكرية لإخضاع الشعوب وسلب حريتها. بهذه الخطوة يمضي المغرب في غيه بعيداً بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بما يسميه نظام المخزن مغربية الصحراء على حساب الحقوق التاريخية لكل من الشعبين الصحراوي والفلسطيني. وتبقى الجزائر مستهدفة بهذه التحركات الاستفزازية على حدودها الغربية في محاولة لإنهاكها حتى تتنازل عن مواقفها الثابتة والمبدئية المؤيدة للشعبين الصحراوي والفلسطيني في الانعتاق والحرية.